نقش اجتماع استثنائي عقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد وضم رئيس الهيئة العامة للطيران لمدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن أحمد العلواني نقش الاجراءات المتعلقة بتأهيل مطار عدن الدولي واستعرض الاجتماع الترتيبات النهائية المتصلة بعملية تسليم المواقع في مطار عدن والمقرر إعادة أهيلها وتحديثها وتطويرها بحسب مشروع تطوير وتحديث المطار الممول من البرنامج السعودي والذي جرى التوقيع عليه في الخامس عشر من مارس من العام الجاري 2021 بين كل من وزارة النقل والبرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن والشركة المنفذة للمشروع أكد وزير النقل بأن مطار عدن الدولي يمثل واجهة البلد عموما والعاصمة المؤقتة عدن خصوصا مشددا على ضرورة وأهمية تضافر كافة اليهود وتدليل الصعوبات التي قد تعترض سير عمل تحديث وتطوير المطار وأشهد الوزير الدكتور عبد السلام حميد على اليهود التي تبدلها كل من قيادة هيئة الطيران المدني والأرصاد وقيادة شركة الطيران اليمنية في سبيل تعزيز خدمات الملاحة الجوية وتحسين خدمات الطيران ترجمة نانسي قنقر